الناس بتتفرج عليها علشان هي جميلة انما هي ما بتعرفت تشيل نص فيلم حتى لوحدها وكانت بتيجي تقول لي شغلني لو حتى ببلاش ده جزء من تصريحات المنتج احمد السبكي على الفنانة ياسمين صبري في لقاء تلفزيوني ليه في برنامج ريستارت وتكلم عن ياسمين صبري وعلق على اداءها التمثيلي وقال السبك ان ياسمين صبري ما تقدرش تشيل نص فيلم حتى لوحدها وده بسبب ان موهبتها في التمثيل مش قوية ولسه ما اشتغلتش على نفسها وقال انها بتعتمد على جمالها اكتر من فنها وان الناس لما بتتفرج على عمل فني ليها بيكون علشان شكلها الحلو ومش عشان موهبتها وكمان قال ان الجمهون لما خلاص شبع من جمالها ويتعود عليها ابتدى يدور على الموهبة والتمثيل وعلشان هما مش موجودين مش هيتفرج تاني مهما تعمل ومهما تقول لكن طبعا لو الممثلة شكلها حلو وبتعرف تمثل هيكون ليها قاعدة جماهيرية كبيرة والموضوع هيكون مختلف وقال ياسمين صبري كانت بتطلب مني اشغالها في اي فيلم واي عمل من غير ما تاخد جنيه واحد